عاد برهوش صباح الخير لكم صباح الخير أخت وفاة وصباح الخير للأخير المشاهدين وطاقة من الفجن الجديد وإن شاء الله بيكون صباح مبارك على جميع أهلنا في فلسطين أهلا وسهلا يعني بالبدأة ولدينا كم من المعلومات والأسئلة والاستفسارات سيد صباح لكن إن أمكن بطاقة تعرفية من هو سيد صباح صباح ومن ثم نذهب إلى معاد سيد صباح صباح مدرس في مدرسة ذكور الارتاح الثانوية مدرب للفئات العمرية في ثقافةه الكريم من منذ 2001 حتى الآن لاعب في ثقافةه الكريم من 76 وبقيت متواصل مع النادي حتى أيام نهادي وإن شاء الله لكم الدام والأمر بساعدنا معاد برهوش لاعب العنابي والمنتخب الوطني بطاقة أيضا تعرفية من هو معاد برهوش طبعا طالب في التوجيهة في مدرسة ذكور الارتاح انتسبت للنادي الثقافي في سنة 2015 يعني بسنتها كان تدريب متواصل ومقطع التشمع النادي بلشنا بتدريب مع الأستاذ صباح صباح اللي هو فضل الكبير علينا كان الاتحاد ينظم بطولات ودوريات للفئات العمرية نعم كنا نجارك طبعا ومقطع وكنا متواصلين في التدريب كان فيه منتخب قبل سنتين الفئات الفين واثنين الفين وثلاث شاركنا فيه وكنت معهم موجود ولحد الآن لا وصلت للفريق أكيد رح نحكي احنا عن تفاصيل المشاركات لكن من أسهل التعامل مع الفئات العمرية الصغيرة ولا مع الكبار وبالتالي هون السؤال بيجي إنه لماذا اختيار الفئات العمرية خاصة من المختصف من العام 2001 ولغاية الآن بسبب كثرة التعامل مع الطلاب في المدرسة أكسبتني خبرة في آلية التعامل مع الأطفال سواء من سن ست سنوات حتى سن تسعتاشر سنة فبدأنا بالطبع برضو بتغطية من خللنا نكون مثلنا في الرياضة الفلسطينية وفي نادي ثقافة الكرم الأستاذ محمد صباحي بن عمي اللي كان هو أولا في بدايتها هو المسؤول عن الأكاديمي أو المدرسة الرياضية في ثقافة الكرم واللي لحد اليوم نتعلم منه فاستفدنا من خبراته بوجوده معنا أوجدنا المدرسة الكروية ومن ثم مؤسسة خطوات ومدرسة كروية ثانية تابعة لمؤسسة خطوات ثقافة الكرم وهذولا كلياته يعني ساعدنا في عمل دورات تدريبية مكثفة للأطفال واختيار اللاعبين المميزين وهذه المؤسسة الخطوات أو النادي ثقافي بيخدم المحافظة ككل لأننا لاعبين من جميع المحافظة يعني بتلاقي عندنا من نزلة عيسى وتلاقي عندنا من كفر صور من كفر جمال من جيوس من مختلفة من كل هذا وأننا الفئات العمرية فهاي أكسبتنا التعامل كثير مع المجتمعات ومع النفسيات للأطفال فبدأنا نساعدهم وبدأنا نأخذ جرنا خطفة حتى وإحنا في عمرنا نتعلم من الأطفال يعني بتعلم حتى في أساسيات لكيف أسلوب التعامل معه فهذا اللي خلانا نمشي بنجاح إن شاء الله وبتوفيق للأمام وطلعنا في لاعبين مميزين على مستوى الفئات العمرية من سن معاد وقبل سن معاد اللي أكبر اللي هم هل سن موجودين لعبين محترفين في ثقافة الكرم وأسماء موجودة ورنانة على مستوى وأكيد لهم مشاركات ورح نحكي عن تواجدهم وكيف أثبتوا بالفعل هذا الخضور لكن سيد صباح يعني على ماذا يتم التركيز بخصوص المرحلة العمرية كمدرب مع اللاعبين أولا الأساسيات أساسيات اللعبة اللي هي مهارة التمرير مهارة المحاورة السيطرة التركيز التوافق العضلية العصبة زائد تعليمهم يعني خليم نقول أخلاقيات اللعبة يعني إحنا بنبدأ فيهم زي ما يقول كرة الكدم خمس كلمات يعني من بدون نشرحهم خمس كلمات الأمل تابعه اللي هو شو الأمل اللي بديوصال فيه اللي هو الهدف تابعه الهدف تابعه بلزمه تحته أشياء الالتزام التعاون ضبط النفس والروح هذولا إذا نجتمع المبعض بيؤدي لنجاح وإذا بدنا نشرح في كل واحدة بطول موضوعنا كثير طب يعني واضح جدا أنه التركيز على يعني بعض الأساليب لربما سواء الالتزام والضبط النفس وأيضا الاحترام في هذا الموضوع بالإضافة إلى المهارات هي طريق من أجل النجاح وبالتالي هنا نذهب لمعاد والاستفسار يعني معاد هل أنت لاعب ملتزم في هذه التعليمات أو لربما أيضا الأمور التي ذكرها سيد صباح أكيد يعني الالتزام هو أول إشي في الكرة الكذب اللاعب لازم يكون ملتزم في كل إشي في اللعب في النوم في أكله في تدريب وفي موعد التدريب لحتى يوصل لينجا نعم طب يعني فئات التي يتم تدريبها حاليا كما ذكرت لربما من عمر معاد وأصغر من ذلك تم التركيز على هذه الفئات العمرية لكن نتحدث قليلا عن البطولات ما هي أبرز البطولات التي حصلت موها وكان لكم تواجد فيها في بطولة 2001 2002 في الوقت الحالي نحن مصدرين المجموعة التي نحن فيها على مستوى الوطن وصلنا فيها للدور المركزي على مستوى 2003-2004 لكي نكون بضوح وصراحة كنا نحن متصدرين لقبل مبارتين ولكن نتيجة كلة التدريب وإخفائنا وقصور مننا كنادي قبل اللاعبين في عدم موجود دعم أو فرصة للفريق هذا بالتدريب إخفقنا في مبارتين تراجعنا درجة ولكن مش صعب علينا أن نعود ونعود بكوة زائد 2006-2007 حصدنا بطولة الشمال فيها على مستوى الشمال وكان فيها بنضمن الخيارات التي اختاروهم سبع لاعبين للمنتخب مبدئيا أولا في الفئة العمري فيها 2009-2010 2008-2009 أو 2008-2009 وصلنا للنهائية وأخذنا المرتبة الثانية على مستوى الشمال لدينا فئات عمري هسا 2010-2011 موجود كمان في النادي أخذنا كل الفرق داعم إلى بعضها ومتواصلة يعني واضح أنه حتى أيضا في تنوع في موضوع سواء المركز الأول أو ربما قريب من أن تحصدوا هذه المراكز لكن بالعودة إلى معاذ يعني معاذ أنت كيف تدرجت في موضوع الفئات العمرية في نادي ثقافة الكرم من ناحية التدريبات والانضمام والبداية كانت إحنا بلشنا مع الأستاذ صباح في التدريب كان عنا بطولة نظام على الاتحاد الفلسطيني كنا طبعا نتضرب ونلعب في البطولة فهذا الإشي بتطورنا من خلال المباريات ويكسبنا خبرة لحد يعني وصلنا أنه كانوا يعملوا دوريات أكثر من دورة والمنتخبات اللي كان المشاركة فخلتنا يعني نزيد من مستوانا ولحد وصلنا للفريق الأول بتعتمد على تدريبات اللي بتكون ضمن الفريق ولا كمان بتشتغل على نفسك في تدريبات فردية ببعض التمارين إحنا بنعرف أنه اللاعب لازم يكون على بصراحة استمرارية في موضوع أنه أنا أدرب نفسي أقوم ببعض الأمور الرياضية حتى مثل ما أنت ذكرت في البداية أنه النوم معين غذاء معين هذا الشيء أنت بتكون حريص على تطبيق معاد أكيد يعني إحنا أنا بتدرب يوميا إذا كان في تدريب للفريق بتدرب إذا ما بتكون في يوم راحة بتدرب لحال في المنط يعني رح نكمل في العودة والحديث مع معاد لكن بالعودة للمدرب صباح صباح أن المشاركين واللاعبين هناك مميزين وبالتالي لا نمر عليهم مرور الكرام وإنما يكون تكون أسماؤهم لامعة بصراحة فمن هم أهم اللاعبين الممجزين الذين دربتهم وأكملوا طريقهم أيضا في المنتخبات الوطنية يعني مش من الفئات الأمري الموجودة هاي سواء على مستوى المحترفين أو اللي وصلوا لفوك مثلا نسا موجود في المنتخب الوطني والفدائي الأول الذي ستشارك اليوم في بطولة أزباكستان اللاعب أحمد قطميش رايح اتحدث عنه لاعب مميز ولاعب رائع نعم أنا كمان شارك في المنتخبات السابقة الأستاذ محاذ مصطفى زائد في عنا لاعبين مثل أسامة الصباح لاعب مميز ولكن لسا ما أخذ الفرصة أو مطلعه الفرصة اللي بيستحقها انه شاري في المنتخبات الوطنية التيجت ممكن خيار بعض المدربين كمراكز انه يكون في هذا أفضل أو يعمل المميز طب أنا على إيش بتكون يعني إيش هي ممجزات اللاعب اللي بيتم ضمه للمنتخب بصراحة على إيش بيتم التركيز التركيز خيار على المركز المركز مثلا بنكون وسط شمال أو وسط يمين أو اللاعب ارتكاز أو نصف الملعب كليته بغض النظر يعني بتروح عليها فرصة ممكن يكون لعب مهريا أفضل أو من اللاعب الأضخم ولكن بختار الجسم اللاعب لنتيجة ضخامة لاعبين اللي بيشاركوا فيها فبكون البنية الجسدية لها دور كبير في الخيار طب يعني معاذ احنا اكيد في البداية الحديث انت ذكرت وتحدثت على انه سيد صباح صباح كان له أعدادات لبطولة الدوري طبعا بشكر الكابتن محمد الشهربجي اللي هو مدربنا في الفريق الأول الفريق الأول جاهز ومستعد لبطولة الدوري وإله فترة يعني بتدرب قبل عندي الفلسطينية ولعبنا كثير مباراة ودية ويعني لنا شعرين نص ثلاث من بتدرب مواقع طعب طب بالنسبة للتوفيق ما بين التدريبات والمشاركات في اللقاءات الكروية والمجال الدراس إحنا هلأ عرفنا أنك في المرحلة الثانوية العامة صحيح طب كيف بتوازن في هذه الأمور يعني لحد الآن أنا روحت من البطولة قبل فترة يعني السماء ما برمجت وكتي يعني بس لازم يعني هاي مرحلة التوجيه لازم أركز شوية الدراسة وفي الحطبول يعني مش لازم أقطع يعني بدي أتنظم وقت إلي هالشي طب شاركت في مع منتخب فلسطين في بطولة غرب آسيا اللي أقيمت مؤخرا في فلسطين كيف كانت هذه المشاركة يعني هي مشاركة استفدنا منها كثير هي بطولة أحضرية غرب آسيا ودي يعني بتخلينا يعني نلعب مباريات ونكسب خبرة أكثر للتصفيات اللي رح تكون بشار حداش في العراق يعني شو هيك بيكون الإحساس لما تكون أنت من أصغر اللاعبين الموجودين بصراحة وعلى مستوى أنك أنت فلسطين بتمثل فلسطين وأيضا محافظته الكرم هذا الشي شو بيعطيك دافعية مثلا في المستقبل الكروي يعني أنا أكيد لما أكون مع المنتخب هذا أكمل لقدام وأوصل لهدف طب أستاذ صباح أنت أكيد من خلال مشوارك المهاني وأيضا الرياضي أكيد في دائما رسالة بتحب توجهها للأهالي أنه قد يش مهم نبلش مع الفئات العمرية من هي وصغيرة نسقل هذه القدرات ونطورها من الصغر مش لما بيوصل لمرحل متقدمة ولحتى نبلش نبني فيها شو تقييمك لهذا النقطة وكانوا رائحين ومتقدمين اللي بدوا من سن ست سنوات هم خلينا نقول الأفضل فيها السعادة يعني من ناحية أداءه وفكر كروي موجودين نحن لدينا فئات 2004 2005 اللي فيها بسام شديد محمد صباح وهذه الفئات العمرية هذول عندهم فكر صلاح الجلاد عندهم فكر كروي رائع لأنهم أصغر في أعباده معاذ بدأ في أكبر منهم في سن شوي معاذ بقى جاي على النادي على سبتين لعب حارس مرمى ولكن بتوجيهات منا إحنا حولنا راح مركز الدفاع وكان مميز وكان كابله في لاعبين مثل علاء بدران كان بدوا يلعب في مركز حولنا إلى مركز أصبح لاعب في مركز وبلعب في مركز شباب طول كريم الآن وإحنا مدرستنا الكروية في نادي الثقافة الكريم الحمد لله يعني مغطي كل أمدية المحافظة في المركز في فرهون في شويك كل ياتهم من المدرسة الكروية الموجودية عدان الأكاديمية التي احنا عملناها من ثلاث سنوات بنشتغل وننتج ونركز على أنه يبدو من ست سنوات ونعطيهم محاضرات في الآلية التعامل ناحية نوم الصهر كيف التعامل التخلص من المروفونات التغذية وما تغذية كلها هذا مش هل نوصل فيهم ذكرت نقطة مهمة وأعتقد يجب التركيز عليها خاصة للشغوفين في عالم كرة القدم الأطفال بيجوا أو اللاعبين بشكل عام سواء مراحل عمرية صغيرة أو متقدمة بيكون حاضط في بال وأنا بدي أكون مثل اللاعب الفلاني مثلا في الدفاع أو في الهجوم أو وسط أو حتى حارس مرمى كلمة كثير هام أنه نحن نوجههم هل بالفعل مدرب يكون عنده رؤية أنا أرى أنجح من هذا المجال قد يكون استجابة من اللاعبين الطفل بداية أولا نتيجة الخبرة التي وصلنا فيها الطفل الذي يأتي ب6 سنوات كل طفل عنده حب التملك يعني الكرة يريد يمسك يريد 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 التعاون واللعب جماعي يريد يريد التعاون مع بعض الجري وفتح الملعب ويجب الهدف يريد الآن نترك أول مرة ثانية ثلاث مرة يريد يوجد نفسه يتعاون معنا ويجب صحيح للأمور نصير نودي الواحد على المركز الآن وصل لمرحلة عمرية معينة واجه مدرب آخر يريد يتراجع مستوى لازم لاعبين منتخب الوطني يكون لاعب مهاجم يكون لاعب مهاجم يريد يريد تحدي يتحل مهاجم يتحل كم يتحل كم يتحل كم يتحل كم يتحل كم مدرب يتحل كم يتحل زائد انه معاذ مساعد مدرد معي في مؤسسة خطوات حتى بشارك في العملية التدريبية فاهم شو اللي بعمله اصبح يعني في مجال سهل انه يتطور وفي عندنا كثير من هيك اللاعبين زي معاذ من الفئة العمرية اللي هو فيها يعني واضح في تفضل استاذ يعني في الفئة العمرية اللي معاها وكمان خمسة او ستة انا بتصوري او بتقديري لازم يكونوا في المنتخب الوطني ولكن كلنا شو انه فيه مفاضلة بالناحية البدنية او الجسمية في ان حمز المغربي كان مستدعى للمنتخب ولكن نتيجة اللي كان عنده الاستكمال في التوجيهة التراجع مرحش ها نتمنى انه يستدعو في المرحلة القادمة للاستحكات وشاركة لكن في قرات وفي طاقات يعني بصراحة تصل الى ما ابعد من ذلك وواضح جدا من خلال المهام اللي ذكرتها ومتوليها معاذ بالمساند والمساعدة لحضرتك في التدريبات لذلك معاذ يقال عنك انت بالتحديد انك لاعب منضبط وملتزم فصحة هذا القول يعني انت بتأكد على ضرورة الانضباط والالتزام ونصائح للزملاء سواء الفئات العمرية الصغيرة أو حتى لمن هم من ابناء جيلك يعني اكيد الانضباط والالتزام زي ما حكتلك هو اول اشي في كرة الكدر اللاعب المنضبط هو اللاعب البنتج لانه بدك يعني تنضبط في الملعب تتحمل حاكي الناس حاكي الفرق الخصم ضدك الجمهور عشان تنجح اي لاعب يعني بدو طلع عن الانضباط اكيد يعني رح يخفك طب على شو بتركز انت في تدريب مثلا ممكن الفئات الصغيرة هلأ الاطفال اللي بيكونوا متشجعين خاصة انه ذكروا استاذ صباحنه في الاكاديمية وهذه انجاز بالنسبة لمحافظة طول كرم بصراحة بوجودها فبالتالي قدش بتحب انك انت تمرر الرسائل انه الكرة هي رسالة مش بس مجرد انه احنا بنلعب فوتبل او كرة قدمه خلاص لا بتكون في رسالة معينة لحتى توصلوا زي ما وصل معاد بالمسميات وبالمشاركات الكروية لازم تعمل هيك وهيك وهيك انت على ايش بتركز لهم تعطيهم نصائح يعني انا بساعد الاستاذ صباح في تدريب في عدة 2006-2007 يعني هم بعمارهم يعني بيفهموا الواعيين يعني بقدروا يفهموا الحكي فاول اشي لازم هم بهذا العمر ينضبطوا يعني يكون عندهم التزام في مواعد تدريب في التدريب ينفضوا البطل منهم الاستاذ في التدريب ويعني ايه يعني دائماً ابداً الالتزام نرجع بالقول الالتزام والانضباط طيب محلياً او عالمياً من هو لاعب معاذ المفضل في مركز الدفاع من قدوتك او من مثلك الاعلى سواء محلياً او عالمياً عالمياً سيرجو راموس سيرجو راموس يعني فيه شوي الدفاشي بس مليح سيرجو راموس كويس جمالاً احنا راح نروح لاستقبال اتصال هاتفي وبالتالي سأمرر السماعة للسجد صباح صباح وبينقول في هذه اللحظات قالوا صباح الخير قالوا صباح الخير يا أخت وفاء اهلاً صباح الخيرات يا هلا الله يصبحكم بالخير صباح الخيرات قالوا صباح صباح الله يعطيك العافية وانت كدمت للنادي وما زالت يكدم وبيخرج اللعيبي بس بصير عنا لعيبي يا أخت وفاء لما بصير بسنة 18 سنة خلاص بلت بالدراسة وبروح يا بالزمع النادية بروح بتم الجامعة هاي مشلت النادي بخرج لعيبي ومنورد لعيبي منتظر الله يعطيكم العافية وشو بنعيكم يسعد صباحك سيد وليد أبو صفاق صباح الخيرات وصباح المشاركات يعني ممكن هذا ملاحظة سيد صباح على موضوع انه احنا عندنا قدرات وفيه طاقات شبابية بصراحة رائعة جداً وبالعكس هي اليوم موجودة في مسميات تذكر على مستوى فلسطين والوطن لكن بيقول انه في بعض الانشغالات اللي شوية بتبعد اللاعبين ممكن اصلاً خلاصة بطلوا موجودين في هذا المجال الرياضي كيف انتوا بتحاولوا تتفادوا الوقوع في مثل هذا الاشكالية؟ أول شيء من الفترة السابقة كان هذا الصير الحكيم ولكن في الفترة الحالية بعد وجود الاحتراف أصبح اللاعبين اللي بنهوا توجيه غالبياً غالبيتهم موجودين لحد الآن في النادي وباتفكوا النادي معهم بالاحتراف بدفع أقصاتهم الجامعية وستمروا موجودين ولكن هذا في السابق كان فصح اللي بيقول الأخ وليد نتيجة الأهالي بدهم دعم مادي مشان يكملوا أولادهم دراستهم أو اللي كانوا يخرجوا للجامعات الخارجية نعم ولكن أصبح الآن اللي بدخوا درس في الجامعات الداخلية أو في الجامعات فلسطين أو جامعة طول كريم بيستمروا في النادي ولحد الآن مستمرون وهم في دراستهم يعني ممكن أحياناً سيد صباح نربط الموضوع بعرفش إذا هذا الرابط صحيح أم لا لكن أحياناً بسبب بعض الضائقة المالية يعني لربما في أن نتبنى هذا اللاعب ونكمل معه المشوار سواء في الموضوع الدراسي وحتى إلى ما بعد ذلك كي يبقى انتماء لهذا النادي أو لهذا الفريق هو اللي شوي بشكل خلال ما؟ نعم هو مش خلال ما غالبية الخلال أصبح الموضوع المادي نعم نتيجة كلة الدعم الاتحاد بطل يقدر يدفع أو ما فيش دعم مادي ولا من أهل البلد حتى كان في دعم مادي ولا أصبح معدوم رغم كل المحاولات إلا أنه بيبقوا النادي أو الهيئة الدارية في نادي الثقافة الكريمة أو المسؤولين عن الحصول على دعم مادي فهذا أصبح عبء كبير على المدربين أو على الطاقم التدريبي أو على اللاعبين اللي موجودين وصار في بعض الأوقات يصبح فيه تراجع نتيجة هذا لا بحاجة وهذا لا بحاجة إلى دعم ولكن هو في النهاية كوطن كفلسطين أنا مش مع الموضوع المادي اللي أصبح فيه الاحتراف لأنه أصبح عبء على كل أندية الوطن ليس على ثقافة الكريمة أو على مركز شباب الكريمة في محافظة الكريمة وهذا أدى إلى تراجع ولكن إذا جينا عدل الاحتراف في مثلا أندية الجنوب لديهم دعم مادي ولكن في الشمال نحن نعتمد على أولادنا أو أبنائنا لو كنا نعتمد على أبنائنا نحن مركز شباب الكريمة أو نادي ثقافة الكريمة سنكون الأوائل لأننا نعتمد على غالبية اللاعبين من أبنائنا وهم يجيبهم من الخارج من الثمانية وعربعين من أي أندي ثانية يعني واضح أنه ربما الاستمرارية في احتضان هذه الطاقات الشبابية وإبقائها يرتبط بمحاور مختلفة ونقاط عدة من أهم هو الإبقاء على الانتماء من المشجعين ورابطة المشجعية الثقافي وأيضا من مختلف الأماكن ليس فقط من محافظة طول كرم وإنما من مختلف الأماكن سنذهب إلى استقبال مشاركة هاتفية في هذه اللحظة وبنقول ألو صباح الخير صباح الخير أخت وفاء صباح الخير صباح الخير لطاقم صباح الخير لطاقم الفجر الجديد لتلفزيون الفجر جديد اللي هو دائما الواعد دائم المساند للعناب في كل المحافل أهلا وسهلا صباح الخيرات صباح الخير لأستاذنا صباح صباح أستاذ صباح يعني اسم غني عن التعريض اللي هو بطن واضح في عالم التدريب وقضى كتير من اللاعبين اللي هم مميزين مستمناه دائما الصحة والعافة في درام التعطيق يا رب دائما وأبدا لكابتننا معاد برغوش يعني صباح الخير كابتن يسم مميز ولاعب صاحب أدراقي مه ملتزم مجتهد مثل ما بيحكي المثال يعني اللي كل مجتهد النصيب يارو من كابتن همد شربج وبدارة النادي وهذا الشي تستحق لأنه كابتن معاد بستاهرة وهذا الشي كل الاحترام تفضل يعني وحيكون إن شاء الله بص مواضحة يذنه الله طبعا ونتمنى له توفيقه له الناديين إن شاء الله يعني مشكور على هذه الكلمات طيبة يعني بحق له سهل صباح وإيضا معاد ووالله وكابتن معاد يعني هو صغير عمرا لكنه أداءً وفعلاً كل الاحترام لك معاد وإحنا دائما نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق بالعودة مرة أخرى إلى سيد المدرب كابتن صباح صباح يعني اليوم قطعت شوته منيح ومثل ما بنقول مشوار طويل وفيه صعوبات وفيه عراقيل لكن الحمد لله ذللت من خلال المتابعة الدائمة والحديثة من قبلكم على مواصلة المشوار اليوم رسالتك لأهالي محافظة تول كارم وكل رابطة مشجعي العنابي وأيضاً في ربما داخل محافظة وخارجها ايش بتحب توجه لهم رسالة؟ يعني بحب أقول إنهم في النهاية أبناء النادي أبنائهم والنادي صرح خلينا نقول من أكبر الصروح الموجودة في محافظة تول كارم نعم ونادي عريق وبحاجة لوقفة جدية من أهالي البلد من ناحية الداعم مادي وداعم معنوي مشان نوصل بالفريق لا أعلى المراتب يعني التدريب الموجودة للأمان في الدرب المحترفين مش مكسر من جهده وخلي من جهده جهد رغم الصعوبات رغم الشح المادي ومكل إشي اللي بسمعه من اللاعبين نتيجة كل واحد فيهم بحاجة لأشياء أو توفيق احتياجاتهم إلا أنه مستمر بثقة ومستمر بجدية يعني الأبناء مبارتين خلال يومين مع الكوات والكوات في المحترفين ومع بلاطة في المحترفين أيضا فازوا الأبناء سواء الفئة العمرية اللي هم اللي فيها ومعاذوا أشركهم الكابتن محمد شربجي وفازوا على الكوات بالنتيجة أربعة واحد وهم بيرحفازوا على بلاطة بالنتيجة اثنين واحد يعني فيه شيء جاي قادم ولكن بحاجة إلى دعم ووقف جدية من أهل البلد مع هذا النادي اللي يستمر لقدام وهذا بالصراحة اللي اعتدنا عليه إحنا دائما من أهلنا في محافظة طول كرم على الدعم المتواصل للعنابي والأهم من ذلك طبعا مع الاحترام لاتحاد كرة القدم لكن ألا نعتمد فقط في دعمه الوحيد وأن يكون المصدر الوحيد بل هيكون هناك تعاون من أهل المحافظة من رجال الأعمال من أهل الخير لأن الرياضة هي رسالة سامية ونخاطب لغة نخاطب بها كافة العوالم الأخرى معاذ اليوم إحنا أكيد مع أمنياتنا الدائمة لك بالتوفيق لكن بتفكر تكمل في المشوار الرياضي حتى ما بعد مرحلة الثانوية العامة لأنه ذكر متصمنا ومواطننا العزيز أن بعض اللاعبين لما بيروحوا على الجامعة خلاص بينشغلوا عن كرة القدم أنت إيش تموحك ورؤيتك المستقبلية؟ أنا أكيد عندي كرة القدم شي مهم في حياتي لازم أكمل فيه لأنه إليه مستقبل وهو يعني الرياضي صارت أنه مش بس لعب يعني هي زي وظيفة وشوفة يعني واضح أنه من ضمن الرؤى أنه سنكمل في المشوار الكروي إن شاء الله ونحن نتمنى لك التوفيق وكل الاحترام لكما ولحضوركما وأيضا إن شاء الله المزيد من العطاء في العنابي ودائما وأبدا تبقى هذه الراية مرفوعة بالنجاح والتفوق وحصد المزيد من المراتب العليا السيد صباح صباح مدرب الفئات العمورية في الناد الثقافي ومعاذ برهوش لاعب العنابي والمنتخب الوطني شكرا جزيلا لكما على هذا الحضور